أشغال الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء التخطيط والتنمية لاقتصادية الأفارقة تنطلق رسمياً بديامانديو قرب العاصمة السنغالية داكار بمشاركة الدول الأعضاء من ضمنها المغرب ويقام هذا الحدث المنظم بشكل مشترك بين اللجنة الاقتصادية لإفريقيا والحكومة السنغالية حول موضوع تمويل التعافي بإفريقيا بلوغ آفاق جديدة حفل الافتتاح الرسمي لهذا المؤتمر ترأسه الرئيس السنغالي ماكي سال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي بهذه المناسبات تطرق الرئيس السنغالي لأثار الصدمة المزدوجة لجائحة كوفيد والنزاع بين روسيا وأوكرانيا ويعرف هذا الحدث مشاركة متدخلين رفيعي المستوى من الحكومات والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص بالإضافة إلى محافظة البنوك المركزية من إفريقيا وخارجها جدول أعمال هذا المؤتمر يتضمن حلقات نقاش وزارية وحلقات نقاش حول كيفية تحويل التهديد المستمر لوباء كوفيد-19 إلى عامل تسريع للنمو والازدهار العالمي